اشتركوا في القناة بسبب انتشارها على الانترنت يعتقد البعض انه كان من عادة الفايكينج ارتداء خوذ بها قرون لاخافة عدائهم في الحقيقة جيوش الفايكينج كانت قوية جدا وكان مجرد الاسم يصيب الانجليز والفرنسيين بالفزع في الحقيقة ليس هناك اي داليل على ان الفايكينج كانوا يرتدون خوذا لها قرنان كل الدراسات التاريخية تشير الى ان محارب الفايكينج اما كانوا لا يرتدون خوذا عادية دائرية مصنوعة من الحديد او الجلد او انهم كانوا لا يرتدون شيئا ويعود اصل هذا الاعتقاد الى الكنيسة الكاتوليكية التي ذقت المر مع جيوش الفايكينج بعد ان لقبتهم برسول الشيطان ولان الشياطين في اعتقاد المجتمع الغربي لها قرون فقد تم ربطها مباشرة بخوذ الفايكينج وهذا كل ما في الامر لطالما اعتقد البشر ان الدماء التي لم تلامس الهواء تكون زرقاء مثل العروق تماما لكن في الحقيقة هذا الاعتقاد خاطئ واللون الاحمر اساسا ناتجا عن اندماج الحديد مع الوكسجين اما عند بعض البشر فيكون لون دمهم مائلا للزرق وذلك رجع الى زيادة نسبة النحاس في الدم ومن الظواهر النادرة ايضا الدم الاخضر فقد اكتشف اطباء كنديون رجلا بالغا يحمل دما اخضر وعند تحليله اكتشفوا حالة نادرة جديدة تسمى السالفي هيموغلوبينيميا حيث يوجد الكبريت في الاكسجين المحمول في الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء حيث كان يتناول الرجل 200 ميليجرام يوميا من دواء به كبريت لعلاج الصداع النصفي وقد ادى ذلك لتغير لون الدم الى الاخضر اذن فانكوخ بسبب سجله المرضي الطويل وملازمته الطويلة لمستشفى الامراض العقلية صدق الجميع قصة تقول ان فانكوخ قطع اذنه واهداها الى فتاة كان قد تعرف عليها في احد الخمرات في الحقيقة فانكوخ لم يقطع اذنه كليا بل قام بقطع شحمة الاذن ثم قام برسم لوحة له تصوره انه فقد اذنه كاملة يذكر ان فانكوخ كان كثير المرض بسبب حياته التعيسة حتى ان اسمه ارتبط بمتلازمة مرضية سماها الاطباء باسمه متلازمة فانكوخ الكثير من التلاميذ الفاشلين دراسيا يبررون فاشلهم بقصة اينشتاين الزائفة وانه رصب في امتحان الرياضيات وترد من المدرسة لكن هذا ليس صحيحا العالم العبقري اينشتاين كان فريدا ولا زال جل طلبة العلم يدرسون نظرياته وقواعده في المدارس والجامعات في الحقيقة يعود السبب هذا الاعتقاد الى اختلاف بين نظامي الدراسة بين المانيا وسويسرا حيث قضى البيرت بداية مساره الدراسي في المانيا وانهاه في سويسرا حيث كان النظام احسن والاختلاف كان بسيطا جدا حيث كان نظام التنقيط في المانيا يعتمد على ثلاث درجات اما في سويسرا فكان يعتمد على ست درجات وهنا يكمن الاختلاف خامسا نابوليون كان قصيرا لكي ننهي الجدل حول طول نابوليون فهو مائة وسبعون سنتمترا تقريبا وهذا طول عادي بل انه تميز بصدر عريض واكتاف مفرودة وجنسد قوي يليق بطبيعته كمحارب وفارس لكن خرافة قصر قامته اتت من الشمال وتحددا من بريطانيا فالكل يعرف الصراع القديم بين فرنسا وبريطانيا وحرب المائة عام فقد كان لنابوليون الكثير من الاعداء بسبب افكاره التوسعية والحروب والمعارك التي خاضها في انحاء اوروبا وكانت صورته في اعين اعدائه تتسم بالشراسة والصفات العدائية حتى انه في انجلترا كانت هناك اغنية للصغار تقول بان نابوليون يلتهم الاطفال الاشقياء وكان الانجليز يصورون نابوليون دائما على انه قصير القامة سادسا دماغ البشر يستعمل 10% من قدراته تعود جذور هذه المقولة الى اواخر القرن التاسع عشر وما قبل نصف القرن العشرين حيث حدثت اساءة في فهم كلام العلماء بالاضافة الى التلاعب به حيث نشر الكاتب لويل توماس عام 1936 في كتابه ان الانسان العادي فقط يطور 10% من قدرته العقلية الكامنة فقط وبعدها تم تأويل هذا الكلام الى اقوال غير صحيحة وزادت الافلام السينمائية من اتشار هذه الاسطورة الى درجة انها انتشرت حتى في زماننا في الحقيقة اوامر الدماغ من كلام وحركة وتفكير تتم عبر العصاب عند التكلم يعمل جزء معين من العصاب وعاني التفكير يعمل جزء اخر منها ويصل اقصى استعمال لعصاب الدماغ الى 10% منها في افضل الحالات لماذا؟ ببساطة لانه لا يمكن ان ترقص وتركض وتغني وتكتب وتأكل وتفكر وتشاهد قناة هل تعلم في معادلة رياضية في نفس الوقت وإلا ستظهر في مظهر غبي ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟